الآن مع كلمة مسجلة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسي جمهورية مصر العربية بالله الرحمن الرحيم معالي السادة الوزراء السادة ورؤساء الوفود السيدات والسادة الحضور والضيوف الكلاو يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في افتتاح دورة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر حتى أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه التي تزاد أهميتها بشكل خاص في طارقه التعديد السلم الدولي والتنمية المستدامة حيث يحمل إسبوع القاهرة الحالي للمياه عنوان المياه في قلب العمل المناخي وذلك في خضم نقاشات دولية تستهدف تكثيف التحرك الدولي بشأن قضايا المياه والمناخ وصولاً إلى القمة العالمية للمناخ بشأن الشيخ الشهر القادم السيدات والسادة الحضور لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة وهبة للحياة على كوكب الأرض والركيز الأساسي لتطور الحضارة غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة الحرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالمياً وعلى ضوء ما يتوقع من ازياد احتياجات الغذاء من نسبة 60% بحلول عام 2050 فقد بات واضحاً أنه لم فصاوم بين تحديات الماء والأمن الغذائي كما جاء تغير المناخ ليفاق من هذا التحدي المزدور لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية بما قد يؤدي لتباعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليمياً ودولياً السيدات والسادة الحضور كان قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ فمصر من أكثر دول الجفافة في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شب العصري لمؤاردها المائية المتجددة والتي يزعب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر هم نصف سكان مصر وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو كعلى معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا من أعلى المعدلات في إفريقيا وتؤدي تدعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به وبناء على تلك المعطيات كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر فعلى السعيد الوطني انتهجت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرق وتحسين نوعياتها وترشيد الموارد المائية وتنمياتها بكافة الوسائل الممكنة كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية وعلى السعيد الإقليمي كانت مصر دوما في تعاملها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشار بغر التجنب التسبب في ضرر في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد وينطلق موقف في السمين اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواد الأنهار وهو ما أذبذته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك في إفريقيا كما ينطلق موقف مصر أيضا من كونها تتشارك ذات المسعى للتنمية مع مختلف الدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أي تدعيات سلبية قد تنجم عن مشروع التنموي في دول النامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواءه ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم سروة حود النيل ولينعم بها جميع دول الحود وذلك بدل من التحرك فرادة متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسر عن تنمية محدودة وقاسرة في حجمها ونطاقها على نحو يزعزع استقرارهم إن رؤيتنا الراسخة هي العمل معنا بار التكريس وتقاسم الازدهار بدل من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار وإدراكا مننا لخطورة هذه القضية وانطلاقا من أهميتها الوجودية لنا فإن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوير قرية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل السيدات والسادة الحضور أما على الصعيد الدولي فكانت حرصة مصره على الانخراط النشط في كافة المحافل ذات السلة والدفع بضرورة تضافر الجهود لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو متكامل واتصالا بذلك تتطلع مصر باهتمام كبير لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في شهر مارس 2023 حيث تعد هذه الدورة من أسبوع القاهرة للبيئة أحد الفعاليات الأساسية تحضيراً له وأود أن أقتنم هذه المناسبة لأدعوكم للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ كاب 27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر موفمبر القادم والتي ستطرح مصر خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود والتي يتم التنصيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزاً إفريقياً للمياه والتكيف مع المناخ وذلك لدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم السيدات والسادة على الحضور أود في الختام أن أجدد الشكر لكم وأن أرحب بكم في مصر كما أعرف عن تطلقي لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخلوج بتوصيات ناجعة قادرة على دفع جنة المياه الدولية قدماً بما فيه تعزيز تطلعاتنا التنموية ورخاء العالم واستقراره وفاقكم الله وكلى الجهودكم بالنجاح والتوفيق وشكراً على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر